موسيقى رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوزراء الصومالي لبحث مجالة تعاون المشترك موسيقى وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطول كرم وشهدان برصاص اسرائيلي بالخليل موسيقى تسعة وثامنون شهيدا في خمس مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة خلال الثماني واربعين ساعة الماضية موسيقى الثالثة عصرنا الثانية عشرة بتوقيت جرانتش نشرة نغباريات جديدة تأتيكم دوما من القاهرة على شاشة ايكترا نيوز اهلا بكم مشاهدين الكرام ولكن بداية هذه النشرة مع زميلاتي سومر الزهيري اهلا بك سومر اهلا بك شاهند اهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام والبداية مع هذا الخبر العاجل حيث استقبل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم حمزة عبد بري رئيس وزراء جمهورية الصومال وعلي عبد اواري سفير الصومال لدى القاهرة وذلك بحضور السفير ابراهيم الخولي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الافريقي حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشارك وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بسيد حمزة بري والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة ومقديشيو على مختلف الاسعادة السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سعيد للغاية بهذه الزيارة التي تأتي لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأخيه الدكتور حسن شيخ رئيس جمهورية الصومال خلال زيارته لمصر في الرابع عشر من أغسطس الجاري وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل للصومال الشقيق وأحرص الدولة المصرية على دعم وحدة الصومال مضيفا أن الفترة المقبلة تحمل خيرا كبيرا للصوماليين هذا وأضاف مدبولي أن تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية كما أكد رئيس الوزراء التزام الدولة المصرية وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال الشقيق في كافة المجالات هذا وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقدشو مشيرا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال وفي هذا الصدد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه بأن يقوم رئيس وزراء الصومال برعاية منتدى أعمال في الصومال في القريب العاجل يجمع رجال الأعمال من البلدين في المجالات المختلفة كما تابع رئيس الوزراء أننا جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال وسنبدل كل الجهد من أجل تسير نفاذ هذه السلع والبضائع بما يلبي احتياجات المواطن الصومال إلى ذلك أشهد الدكتور مصطفى مدبولي بما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون والتقارب بين مصر والصومال مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتين البلدين وافتتاح السفارة المصرية في مقدشو خلال شهر أغسطس الجاري بدوره أعرب رئيس الوزراء الصومالي خلال اللقاء عن شكره وتقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في القاهرة مؤكدا أن مصر تعد بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة للصومال حيث يرتبط البلدان بعلاقات قوية تاريخية كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للصومال في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال مضيفا أن القيادة السياسية والشعب الصومالي يشكر الدولة المصرية على دعمها ومساندتها لهم كما تابع التعاون بين الصومال ومصر هو تعاون متعدد الأوجه وهذا ليس جديدا على مصر إذ أن مقدشو ترتبط مع القاهرة بعلاقات تعاون تاريخية ومصر دائما كانت في مقدمة الدول الدعم للصومال هذا وأشار بر إلى أن التعاون بين مصر والصومال يشمل التعاون السياسي والتجاري والاستثماري فضلا عن التعاون في ميادين الثقافة والتعليم حيث كانت مصر ولتزال تقدم الكثير من المنح التعليمية للطلاب الصوماليين مضيفا أنهم يفخرون بهذه العلاقات المشرفة ويسعون لتعزيزها على مختلف المستويات هذا وتطرق الرئيس الوزراء الصومالي إلى التقدم الكبير الذي تشهد العلاقات المشتركة بين مصر والصومال مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خطوط الطيران بين القاهرة ومقدشيو منذ يوليو الماضي وكذا افتتاح السفارة المصرية في مقدشيو في الثالث عشر من أغسطس الماضي هذا واستعرض السيد حمزة بري مجمل الأوضاع الراهنة في الصومال مشيرا إلى أن بلاده شهدت على مدى العامين الماضيين تطورا حقيقيا على مختلف الأصعادة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كما أضاف أنه على الصعيد الاقتصادي شهد الصومال نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي كما نمت الإرادات العامة للبلاد بصورة كبيرة وشهد الوضع الأمني تحسنا كبيرا مشيرا إلى أنه بفضل الدعم المصري ستستطيع الصومال الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تطورا وأمانا وخلال اللقاء أعرض رئيس وزراء جمهورية الصومال عددا من المطالب المتعلقة بدعم العلاقات بين البلدين كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والصوماليين في مجالات الزراعة مشيرا إلى أن الصومال بلد غني بالثورة الحيوانية والثروة السمكية ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية مضيفا سنوفر كل التسهيلات اللازمة لأي استثمارات مصرية ترغب في العمل في الصومال خلال اللقاء أيضا أعرب السفير الصومالي لدى القاهرة عن شكره للجهود المصرية المبذولة من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين ومؤكدا أن هذه العلاقات تاريخية وأن الدعم المصري ليس وليد اليوم بل ضارب في أعماق التاريخ منذ العصر الفرعوني حيث تم تسجيل رحلات بحرية تجارية بين مصر وبلاد بونت خلال فترة حكم الملكة أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدا الأحد وذلك في إطار توجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تشمل خدمات تخصيص الأراضي الزراعية والصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالاختار والمتابعة الصنوية مؤكدة أن المنصة ستسهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات كما أعلنت الوزارة طرح 1124 قطعة أرض صناعية جديدة وذلك من خلال المنصة الرقمية بـ 14 محافظة على المستثمرين بمساحات متنوعة على مساحة إجمالية 8.500.000 متر مربع تقريبا بأنشطة مختلفة والطرحة اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من نفس الشهر أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكانة دكتور خلد عبدالغفار تقديم 47.431.927 خدمة تبضية من خلال حملة 100 يوم صحة وذلك منذ إطلاق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للنسخة الثانية يوم الحادي وثلاثين من يوليو وحتى مساء أمس في جميع محافظات الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا أوضحت وزارة الصحة أن هيئة الإسعاف قدمت 3953 خدمة إسعافية بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 1195 قرار علاجة على نفقة الدولة فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 8743 خدمة كما أضافت أن حملة ميتيوم صحة قدمت خدمات التوعية والتفقيف الصحي لـ 54468 مواطنة من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولاد والمحافظات اختتم الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوابض المرافق له زيارتها الرسمية لدولة قطر حيث التقى خلال الزيارة مع الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أصفرت عن توافق للرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة وأهمية تنصيق الجهود والعمل المشترك لمجابهة تلك التحديات عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر حيث التقل فريق أحمد خليفة خلال الزيارة سعادت الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أصفرت عن توافق الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة وأهمية تنصيق الجهود والعمل المشترك لمجابهة تلك التحديات وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية عقبها عقد اللقاء مع الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وذلك على هامش الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية القطرية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتناول لقاء الإشهادة بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج في مختلف المجالات العسكرية كذلك مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقطرية ومن جانبه أكد الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وعقب اللقاء قام رئيس أركان القوات المسلحة لكل بلدين بالتوقيع على محضر الجلسة الختامية للجنة العسكرية المصرية القطرية كاجتماعها الثاني ثم قام بزيارة لكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية واستمع خلالها إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة للكلية ومنظومة إعداد وتأهيل الطيارين القطريين وفقاً لأحدث منظومات التدريب كما قام بزيارة لأكاديمية الخدمة الوطنية وتم خلال الزيارة استعراض دور ومنظومة العمل بالأكاديمية التي تعتمد على اتباع الأساليب العلمية في إعداد وتأهيل الشباب القطرية للالتحاق بمختلف مجالات الخدمة الوطنية القطرية حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقطرية أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل من سن صفر وحتى ست سنوات وذلك بالتعاون والاشتراك بين كافة جهات الدولة ووزارات الصحة وتضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وأكدت بداية أن تنمية الطفولة المبكرة من أهم ركائز التنمية البشرية فهي المرحلة التي تبدأ من سن صفر وحتى سن سن سنوات ويطلق عليها المرحلة الذهبية ويعتبر الاستثمار في هذه المرحلة أنجح مشروع استثماري في حياة الأمم حيث تمثل الست سنوات الأولى في حياة الإنسان حجر الأساس لتطوير قدراته الذهنية والجسدية والنفسية طوال العمر يهدف المشروع إلى رفع نسبة التغطية بالحضانات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي في الفئة العمرية من صفر وحتى أربع سنوات خلال ثلاث سنوات ورفع نسبة التغطية في التعليم قبل المدرسي من ثلاثين بالمائة وحتى ستين بالمائة خلال ثلاث سنوات بالإضافة إلى خفض مستويات الأنمية والتقزم وسوء التغذية بين الأطفال بنسبة عشر بالمائة كل سنة وكذلك خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع وحديث الولادة ودون الخامسة بنسبة عشر بالمائة كل عام فضلا عن رفع نسبة الرضاعة طبيعية المطلقة عند من أربعة وحتى خمسة أشهر من ثلاث عشر بالمائة وحتى خمسين بالمائة في ثلاث سنوات أما عن الفئات التي يستهدفها المشروع فهم الأطفال من عمر صفر وحتى ست سنوات والأباء والأمهات أولياء الأمور ومقدمي الخدمات بالحضانات إلى جانب مقدمي خدمات الرعاية الصحية للطفولة المبكرة في المؤسسات الصحية والمدرسين للتعليم قبل المدرسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تم اطلاقه بناء على تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ برامج وخدمات متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية ويأتي هذا انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكمل متابع مشاهدينا الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وافسح المجال للقطاع الخاص يعد احد المحاور الاساسية لتشجيع الاستثمارات وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديدة حول فتح افاق التمويل من اجل التنمية المستدامة في الاسواق الناشئة والدول الانامية نواهت المشاطة بالتربط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي مشيرة لاطلاق مصر المنصة الوطنية لبرنامج نوافي والتي تتضمن مشروعات ذات اولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تحقق اهداف التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته تركز على العمل المناخي اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اتاحة خدمات تحصيل مستحقات وزارة التموين عن طريق مكاتب البريدة المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة او المتحركة والتي تبلغ 4650 مكتبا على مستوى الجمهورية ويأتي هذا تعاون تسهيلا على اصحاب المخابز البلدية والمدعمة بكل المحافظات وذلك لسداد الغارمات او التأمين او فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح حيئة السلع التموينية استقبل دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اعضاء مجلس ادارة المجلس المصري للشؤون الخارجية برئاسة السفيرة محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق واخلال اللقاء اكد وزير الخارجية اعتزازه ووزارة الخارجية بالعلاقة المتميزة الممتدة على مدار سنوات مع المجلس المصري للشؤون الخارجية الذي يعد احد اهم مراكز الرأي والفكر في مصر كما اشاد عبد العاطي في هذا الاطار بالخبرات العلمية والعملية لاعضاء المجلس في التخصصات المتنوعة ذات الصلاة بالسياسة الخارجية شهد اللقاء تبادلا للرؤى والتقييمات ازاء كافة القضايا الدولية والاقليمية الهامة حيث استمع اعضاء مجلس ادارة المجلس لاحاطة متكاملة من الوزير لرؤية مصر لتطورات ازمة قطاع غزة والتصعيد الاقليمي وامن البحر الاحمر والازمة السودانية والعلاقات المصرية الافريقية والوضع في القرن الافريقي بالاضافة الى علاقات مصر مع شركائها الدوليين كذلك استعرض عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع الاطراف الاقليمية والدولية الفاعلة لتهدئة الاوضاع في المنطقة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع والعمل على الوقف الفوري لاطلاق النار في غزة عرض تقرير موازنة المواطن الاولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2024-2025 والتي تستهدف تعزيز السياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للمستحقين تدعم لتخفيف حدة التدخل المزيد نتبع في العرض التالي مع الزميد الاء طهر أهلا بكم جهود حثيثة تبذلها الدولة لإحتواء آثار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادية في إطار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وفي هذا الصدد تستهدف الدولة تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر استحقاقا وتخفيف حدة التضخم وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطوير جودة الخدمات تنفيذا للتكلفات الرئاسية للحكومة بتلبية طموحات المواطنين في الجمهورية الجديدة وتنفيذا لتلك الرؤية عملت الدولة على زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى 635.9 مليار جنيه من بينها 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار للسلع التموينية و40 مليار لمعاشي الضمان الاجتماعي وتكافل وكرمة كما خصصت الدولة 18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة مع السمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمسلزمات الطبية إلى 26.7 مليار بنيها علما بأن هناك نحو 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام التأمين الصحي الشامل وضمن خطة الدولة لتأهيل قرى الريف المصري وفقت الحكومة على تخصيص 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي حياة كريمة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين هذا بالإضافة إلى دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه ودعم فائدة قروض الري الحديثة بنحو 300 مليون جنيه وذلك ضمن جهود الدولة الهدفة لتعزيز التنمية الزراعية لم تغفل الدولة كذلك القطاع الخاص إيمانا بدوره الكبير في بناء الاقتصاد المصري ولهذا خصصت الحكومة 40.5 مليون جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادية خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام ويساعد في توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب مشاهدين الكرام كان هذا عرضا مجزا حول الإجراءات التي تخذتها الدولة لحتوائي آثار الإصلاحات الاقتصادية شكرا لطيب المتابعة تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم لتخفيف حدة التضخم من أبرز الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي 2024-2025 الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال 2024-2025 تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم لتخفيف حدة التضخم رفع كفاءة الأنفق العام وفقا لأولويات المواطنين وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات دفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار وتسعمية مليون جنيه 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134 مليار ومئتا مليون جنيه للسلع التمونية 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرمة 11 مليار وتسعمية مليون جنيه للإسكان الاجتماعي و3 مليارات ونصف المليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 18 مليار و400 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة 4 ملايين و600 ألف مواطنين يستفيدون من التأمين الصحي الشامل ومليارين و400 مليون جنيه لغريل قادرين 15 مليار و400 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8 مليارات و400 مليون جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة استمرار مساندات المبادرة الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26 مليار و700 مليون جنيه 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي حيا كريمة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة زيادة دول ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في الأنشطة الاستثمارية والاقصادية والتنموية 40 ونصف مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية دعم المزارعين ب 657 مليون جنيه ودعم فائد قروض ري الحديث بنحو 300 مليون جنيه الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال 2024-2025 رصدت دولة 40 مليار و 500 مليون جنيه لدعم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خلال موازنة 2024-2025 وتسهم تلك البرامج في توفير فرص العمل وتقوية الأداء الاقتصادي نتابع مشاهدي دعم النشاط الاقتصادي بموازنة 2024-2025 برامج دعم النشاط الاقتصادي تسهم في توفير فرص العمل وتقوية الأداء الاقتصادي 40 مليار و 500 مليون جنيه لدعم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي المخصصات تشمل 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية 8 مليارات جنيه قيمة دعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة 50 مليار جنيه مبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة مليار و 500 مليون جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات استمرار تحمل قيمة الضرائب العقارية على مباني الأنشطة الصناعية بنحو مليار ونصف مليار جنيه دعم المزارعين بمبلغ ستمائة وسبعة وخمسين مليون جنيه دعم فائدة الرأي الحديث بنحو ثلاثمائة مليون جنيه دعم توصيل الغاز الطبيعي بنحو ثلاثة ونصف مليار جنيه دعم الكهرباء بنحو ستة مليارات جنيه اقرار حافز استثماري نقدي بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة إلى خمسة وخمسين بالمئة من الضريبة على أرباح الهايدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية اتاحة مائة وعشرين مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الانتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن خمسة عشر بالمئات قامت دولة بتخصيص نحو أربعمائة وتسعة وستين مليار جنيه للقطاع الصحة وثمانية عشر ملياراً وأربعمائة مليون جنيه ندعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة هذا فضلاً عن تخصيص ستة وعشرين ملياراً وسبعمائة مليون جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية بموازنة ألفين أربعة وعشرين ألفين وخمسة وعشرين مخصصات قطاع الصحة بموازنة ألفين وأربعة وعشرين ألفين وخمسة وعشرين استمرار جهود التطوير الشامل لقطاع الصحة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين تخصيص نحو أربعمائة وتسعة وستين مليار جنيه لقطاع الصحة تخصيص ثمانية عشر ملياراً وأربعمائة مليون جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة تخصيص خمسة عشر ملياراً وأربعمائة مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية تخصيص ستة وعشرين ملياراً وسبعمائة مليون جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية تخصيص عشرة مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة تخصيص نحو خمسة عشر مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريد والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الانتهاء من تنفيذ ثمانية وخمسين مستشفى اثنان وخمسون مستشفى صحياً وست مستشفيات جامعية استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية إقامة مائتين وستة واربعين مشروعاً بالمستشفيات الجامعية استكمال تطوير وتجهيز خمسة وخمسين مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة مخصصات قطاع الصحة بموازنة الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين رصدت دولة أكثر من تسعمائة وثمانية وتسعين مليار جنيه في موازنة العام البالي الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين وذلك لدعم التعليم العالي قبل الجامعي والبحث العلمي المزيد نتبع في العرض التالي مخصصات التعليم في موازنة الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين نحو تسعمائة وثمانية وتسعين فاصل واحد مليار جنيه مخصصات التعليم العالي وقبل الجامعي والبحث العلمي تخصيص خمسمائة وخمسة وستين مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي تخصيص مائتين وثلاثة وتسعين مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي تخصيص مائة واربعين فاصل واحد مليار جنيه للبحث العلمي التوسع في إتاحة مدارس للمتفوقين والمدارس التطبيقية تطوير ثلاثة ألاف وخمسمائة مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها إنشاء ستة عشر ألف فصل جديد إحلال وتجديد ثلاثة عشر ألف فصل إنشاء عشر مدارس تكنولوجيا تطبيقية توسعات ورش ومعامل لتسع جامعات تكنولوجية استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بسبع وعشرين جامعة حكومية مخصصات التعليم في موازنة ألفين أربعة وعشرين ألفين خمسة وعشرين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي حيث خلف الاحتلال عددا من الإصابات والاعتقالات والإخلاء القصري للعائلات بالأضافة إلى تدمير الواسع في البنية التحتية يأتي ذلك فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن تواقمه تجد صعوبة في الوصول إلى إصابات داخل بعض المناطق في مخيم جنين بسبب منع الاحتلال لاقتراب من المكان أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل وأفادت الوزارة أن الشبين استشهد قرب مستعمرتي قرمي تسور وعطسيون شمال الخليل وضيفة أن قوات الاحتلال دهمت منزليهما فجر اليوم وباستشهاد الشبين ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 675 شهد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة تول كرم ومخيم نور شمس الشرق وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أليات عسكرية إسرائيلية ابتحمت عدة شوارع وأحياء لتواصل طريقها إلى مخيم نور شمس وتمركزت في حي النصر بالمخيم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم صحفي وامرأة وبالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين هذا وضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وندي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية للإحتلال في شمال الضفة منذ أيام ارتفع إلى نحو سبعين معتقلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفادت صحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات تسعة وثمانون شهيدا ومئتان وخمسة من المصابين هذا وعلنت صحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العضوان الإسرائيلية على غزة إلى أربعين ألفا وستمائة وواحد وستسعين شهيدا بالإضافة إلى أربعة وتسعين ألفا وستين مصابا منذ سابع من أكتوبر الماضي مؤكدة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإصعاف والدفاع المدني الوصول إليهم سوشد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة في اليوم الثلاثمائة وثلاثين للعدوان واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الصبرى جنوب مدينة غزة كما استهدف قصف صارخي إسرائيلي منزلا لعائلة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة فيما استهدف الاحتلال مخيم أنه صيرات وسط القطاع بقظيفتي مدفعية مخلفا شهداء وجرحة كما استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب أخرون في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عربت وزارة الصحة الفلسطينية عن طموحها لتطعيم 90% على الأقل من أطفال غزة موضحة أن حملة التطعيم ستبدأ في دير البلح مرورا بخان يونس ورفح الفلسطينية وصولا إلى شمل القطاع هذا وقالت الصحة الفلسطينية بمؤتمر صحفي بشأن إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة إنهم اتخذوا إجراءات للقضاء على وباء شلل الأطفال بالشراكة مع المؤسسات الدولية الوزارة لم تدخر جهدا في اتخاذ كل الإجراءات السريعة والميدانية والعملية للقضاء على هذا الوباء وبالتالي تم تشكيل اللجان المناسبة للتعامل مع هذا الوباء بالشراكة مع المؤسسات الدولية الشريكة في هذا الميدان وبالتالي تم تشكيل اللجنة الفنية واللجنة التسييرية لمتابعة الإعداد والتخطيط وخطة التنفيذ والمتابعة لهذه الحملة حتى نصل في نهاية هذه الحملة إلى المرجو منها وهو تطعيم على الأقل 90% من الأطفال غزة المستهدفين بهذه الحملة وهم من عمر يوم وحتى عمر أقل من عشر سنوات حتى نصل في النهاية إلى القضاء على هذا الوباء قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن مسألة تعرض المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة للهجوم بشكل متكرر ومستمر يثير مخاوف بشأن النظام المستخدم لتنصيق الطرق ونهج الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الصراع مشيرة لإطلاق جيش الاحتلال صاروخا على سيارة لقافلة مساعدات لنقل الإمدادات الطبية والوقود إلى مستشفى في مدينة رفح الفلسطينية رغم أن مسارها كان منصقا مع قوات الاحتلال ما أصفر عن مقتر أربعة فلسطينيين تضرر نشاط الزراعي بشدة جراء العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة وأدت قلة المنتجات الزراعية إلى دفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع حتى الشجر والحجر لم يسلم من أضرار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة العدوان المستمر على القطاع المحاصر أدى إلى شلل لإنتاج الزراعي وتحويل الأراضي الخصبة إلى مساحة قاحلة ودفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع أنا من الحمد لله يعني ما تم أي استهداف عندنا هنية بما نضيقنا الزراعية بس أحنا استهلكنا كميات هائلة من الحطب كانت مزروعة زيتون لنا وتم قصي واستعمالها للحطب وللفورن طبعا بقدر أفرجيك الفورن عندنا فورنطينة وهذا كل اللي دربالها أثر علينا كثروة يعني من الزيتون والزيت اللي كنا أحنا نصرف حانا منه ومناكل لبيتنا كمان منه كل هذه الثروة لعندنا كانت هذه بتقدر تقول حين انتهت كما أن العديد من النزحين أقاموا خياما مؤقتة على الأراضي الزراعية مما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للزراعة وبالتالي ارتفع أسعار الحبوب والفواكه والخضروات إن التربة قد تصحرت بفعل الحرب وإضافة إلى ذلك أن تسرب مياه المجاري التي انهارت وصول رشح كيميائي من القذائف أو فيزيائي كالأشعة إلى الخزان الجوفي لوث المياه الشربة وبالتالي هي ستصل بالتأكيد إلى فم المواطن أو إلى سلسلة الغذاء وبالتالي تكون سببا من أسباب ظهور أعراض مرضية خطيرة الزراعة كانت في يوم من الأيام على عمود الفقري لاقتصادي غزة حيث وفرت مصدرا حيويا للدخل للعديد من المزارعين وضمنت الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وحتى تصدير الفائد إلى دول أخرى ولكن عن خفض قدرة القطاع بشكل كبير يعتمد الكثير في غزة الآن على الوردات الخارجية والتي لا يمكنها تلبية الطلب المرتفع نما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو قد أكدت أن أكثر من 57% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة تضررت ودمرت 33% من الصوب الزراعية وتكبدت البنية التحتية الحيوية مثل الأبار والألواح الشمسية خسائر كبيرة ولمتابعة أكثر للأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح أفادنا مراسل أكثر نيوز الزميل أحمد عبد الرازق بالرسالة التالية نتابع مرحبا بكم من أمام معبر رفح البري الحدودي الواقع بين مصر وقطاع غزة نرصد آخر تطورات الأحداث وحركة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع اليوم السبت هو عطلة رسمية في دولاب العمل الإسرائيلي لذلك لم تدخل من البوابة الجانبية لمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم أي شاحنة مساعدات أو شاحنات وقود وخلال الأسبوع الماضية أو الأيام الثامن الثمانية الماضية لم تدخل عبر هذه البوابة إلا 125 شاحنة مساعدات و26 شاحنة وقود فقط هذا إجمالي ما دخل خلال أسبوع أو ثمانية أيام وأصبحت هذه وطيرة العمل على معبر كرم أبو سالم لا يفتح المعبر لأمام شاحنات المساعدات الإنسانية إلا يومين إلى ثلاثة أيام بحد الأقصى في الأسبوع ولا تنفذ في اليوم الواحد إلا ما بين 15 إلى 50 شاحنة بحد أقصى يختلف توتيرة العمل منذ أن انتقل العمل إليه بعد السابع من مايو الماضي وهكذا هو الكم الذي أصبح يدخل عبر هذه البوابة وهو نوع من تضييق الحصار واستخدام الجوع كسلاح نافذ يستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع تحدثنا خلال الأسبوع الماضية عن شلل الأطفال وعن تطعيم شلل الأطفال وعن الأطفال المستحقين لهذه الطعوم اليوم عقد مؤتمرا صحفيا عقد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الفلسطينية بمشاركة منظمة الطفولة للأمم المتحدة يونسيف ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحديد النقاط التي سوف يتم توزيع هذه الطعوم عليها والأعداد المستحقين لهذه الطعوم ولكن تبقى هناك العديد من العقبات أمام توزيع هذه الطعوم على مستحقيها بشكل حقيقي وفعال من بين هذه العقبات استمرار القصف على مدار الساعة وعلى مدار اليوم دون توقف في كل مناطق القطاع تقريبا أيضا صعوبة الوصول بسبب الطرق والحواجز تم تدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية التي يتحرك أو المفترض أن تتحرك من خلالها هذه السيارات النقالة التي تحمل الطعوم من مكان إلى آخر إذن هذا هو الوضع داخل قطاع غزة وهذا هو الوضع على معبر كرم أبو سالم خلال هذه الفترة مساعدات شحيحة وقصف مستمر بلا توقف شكرا لكم لطيب المتابعة قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدتا كيروفا في منطقة دونيسكا بشرق أوكرانيا هذا وتحقق روسيا مكاسب تدريجية في دونيسكا في وقت تسع القوات الأوكرانية إلى التقدم في منطقة كورسكا الروسية بعد اكتياح مباغت عبر الحدود في 6 من أغسطس الجاري قال سلاح الجو الأوكراني إن الدفاعات الجوية تأسقطت 24 من أصل 52 طائر مصيرات لقطة روسيا في هجمات خلال الليلة الماضية على ثماني مناطق بأنحاء أوكرانيا هذا ولما ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أدرار جسيمة جراء الهجمات قالت وزارة الدفاع اليابانية إن سفينة مسح تابع للبحرية الصينية دخلت المياه الإقليمية اليابانية لفترة وجيزة وأضافت الوزارة أن السفينة تم رصدها في المياه اليابانية قبالت ساحة الإقليم كاجوشيما جنوب غربي البلاد وغدرت بعدما يقرب من ساعتين تبدلت الصين والفلبين لتهمات بصدم سفنهما في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وذلك في أحدث حلقة من سلسلة متصاعدة من الاشتباكات في الممر المائي الحيوية قال خفر السواحل الصيني أن سفينة فلبينية كانت عالقة بشكل غير قانوني في جزيرة سبينة رفعت مرساها وصدمت عمدا سفينة صينية بينما أوضح خفر السواحل الفلبيني أن السفينة الصينية هي من صدمت عمدا إحدى السفن تابع له سلم البنك الدولي إلى السلطات في الكونغو الديمقراطية أكثر من 105 أطنان من الأدوية من أجل مكافحة جدري القردة في إطار تنسيق الاستجابة لحالة الطوارئ لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية هذا وأوضح ممثل مدير عمليات البنك الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذه المساعدات ستغطي احتياجات أكثر من 15 ألف مصاب بمرض القردة في 11 مقاطعة بما يمثل أكثر من 80% من الحالات المسجلة ومع انتشار استخدام الأطفال للإنترنت أصبح من الضروري تحديد أوقات استخدامهم له خاصة لضمان أنهم يستفيدون من المنصات الألكترونية بشكل أمن ومناسب لأعمارهم وفيما يلي نعرض على حضرات خطوات عملية ونصائح لتحديد وقت استخدام الأطفال للإنترنت نتابع ترجمة نانسي قنقر اقتصادياً بلغت تقيمة التجارة الدولية للصين في استلعي والخدمات نحو أربعة تيليريونات ومائتين وأربعين مليار يوان في يوليو الماضي مسجلة زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي هذا وأفادت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن صادرات ووردات البلاد من السلع والخدمات سجلت فائضاً يقدر بنحو 41 مليار ومائة مليون دولار هبطت أسعار النفط على أساس أسبوعي وسط توقعات بزيادة الإمدادات في أكتوبر المقبل وخفض سعر الفائدة بمعدل كبير في الولايات المتحدة الشهر المقبل وهبطت العقود الآجلة لخام برانت بصفر فاصل سلاسة بالمائة على أساس أسبوعي واثنين فاصل أربعة بالمائة على أساس شهري كما تراجعت العقود لآجلة الخام غرب تاكسيس الأمريكي إلى واحد فاصل سبعة بالمائة على أساس أسبوعي وثلاثة فاصل ستة بالمائة في أغسطس الجاري قالت شركة انتاج الغاز الروسية جازبروم إنها سترسل 42 مليون و400 ألف متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وأوضحت جازبروم أن ذلك يأتي دون تغيير عم أرسلته خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ورياضيا توجى فريق بارامتز بلقب كأس مصر المرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على زاد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاتبورغ العرب الإسكندرية وسجل بارامتز هدفا لمباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والثمانين عن طريق فاستون مايلي يلتقي فريق بارشلون مع نظيره بلد الوليد اليوم في اتمام السادسة مساء على ملعب لويسا كومبانسا كومبانسا الأولمبي في إطار الجولة الرابعة من الدور الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 إسعى النادي الكتالوني إلى موصلة عروضه القوية في انطلاقة هذا الموسم حيث تفوق الفريق الكتالوني في أول ثلاث مباريات وحقق العلامة الكاملة تسع نقاط تحت قيادة المدرب الألماني هانس فلاك يصديف فريق باير ليفر كوزن نظيره ليبزيج اليوم في السابع مساء في إطار منافسات الأسبوع الثاني في الدور الألماني الممتاز ويسعى باير ليفر كوزن إلى موصلة رحلة الدفاع عن اللقب وذلك تحت قيادة مدربه الشاب شابي أولنوسو بعد تحقيقهم الفوز في المباراة الافتتاحية تعقد نادي تشيلسي مع الجناح الإنجليزي جادان سانشو من منشستر يونيتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد انضم سانشو إلى يونيتد في عام 2021 من بروسيا دورتموند بعقد مدته خمس سنوات لكنه دخل في خلاف علني مع المدير أركتين العام الماضي ما أدى إلى عودته إلى دورتموند على سبيل الإعارة في يناير 2024 حتى نهاية الموسم تعقد فريق أرسنال الإنجليزي مع رحيم ستارلينج جناح تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد يذكر أن ستارلينج شارك في 81 مباراة مع تشيلسي لكنه لم يلعب في الموسم الجديد خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب من الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فسارته أمام الإسرالي أليكسي بوبيرين ولم يتمكن ديوكوفيتش من تجاوز البداية السيئة للمباراة وعانى في ضربات إرساله ينهي العام دون واحد على الأقل من الألقاب الكبرى لأول مرة منذ 2017 وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية وهذه النشرة وليكم الآن تذكر بأهم ما جاء فيها من عنوين نتابا رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوزراء الصومالي لبحث مجالات تعاون المشترك جيش الاحتلال يوصل عضوانه على جنين وتو الكرمة وشهدان بالرصاص إسرائيلي بالخليف وتسعة وثمانون شهيدا في خمس مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة خلال الثماني وأربعين الساعة الماضية تمام مشاهدين المزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحمل تطبيق أكستر نيوز مثل الأفل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيار كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة نشكر لكم طيب المتابعة تقبلوا تحيات شاهند عبد الرحيم وسمر الزهيري إلى اللقاء موسيقى